الطبيب يستطيع الامتناع عن تقديم علاج يتنافى مع معتقده الديني هذا ما قالته عضو الكنيسة عن حزب الصهيونية المتدينة أوريتستروك وهي تشرح بذلك فهمها لبند في الاتفاق الاتلافي مع حزبها ينص على تعديل قانون منع التمييز بحيث يسمح للأطباء وغيرهم وحتى في مختلف المصالح الخاصة والعامة بممارسة التمييز بناء على معتقدهم الخاص ما سيفتح الباب أمام شرعنة التمييز العنصري في كل مكان أنا أتحدث كعضو الكنيسة لكن أساسا كطبيب لقد سمعت تصريحات عضو الكنيسة ستروك إن الأطباء قد أقسموا على تقديم العلاج لكل شخص بغض النظر عن رقه ودينه وانتمائه السياسي ولو احتجت ستروك لعلاج فإن الأطباء والممرضين العرب كانوا سيقدمون لها أفضل العلاج على الرغم من كونها فاشية تصريحات ستروك والبند في الاتفاق الذي استندت إليه في تصريحاتها أثار الكثير من الردود الغاضبة في إسرائيل وبعض كبريات الشركات فيها أعلنت أنها ستقاطع أي جهة ستمارس العنصرية والتمييز هذه الضغوط حدث برئيس الوزراء المكلف ميتنياهو للقول أنه لن يغير الوضع القائم رغم توقيعه على هذا البند أنا أرفض تصريحات عضو الكنيسة ستروك لن نسمح بالتمييز بين المواطنين وفي ظل حكومتي لن نسمح بوضع يتوجه فيه مواطن عربي أو متدين أو من أي انتماء بأن يتوجه إلى فندق أو مستشفى أو طبيب ولا يتلقى العلاج أو الخدمة المناسبة وفي ظل التوقيع على هذا الاتفاق وغيره من التشريعات التمييزية التي تنوي الحكومة القادمة تشريعها تسود تخوفات في إسرائيل من انسحاب مستثمرين وشركات عالمية من البلاد وقد تم الإعلان عن إنشاء طاقم خاص في وزارة الخارجية للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلا يرى مراقبون أن نتنياهو في سبيل تشكيل حكومته القادمة صار بعيدا وراء اليمين الإسرائيلي المتطرف حد توقيعه على اتفاقيات امتلافية تشرعن التمييز العنصري وتهدد بعزل إسرائيل عن المجتمع الدولي نضال كان يعني سكينيوز عربية القدس